السلام عليكم ورحمة الله أهلا بيكم في سنة تانية عدادي في الواحدة التانية والدرس التالت بعنوان السياحة في الوطن العربي درس جميل جدا وسهل وخفيف ومر علينا في ابتداء كتير طيب السياحة احنا عارفينها ان شخص بينتقل من مكان لاخر او دولة لدولة تانية عشان يشوف الدنيا حواليه يتعلم حاجات جديدة عليه ما كانش يعرفها قبل كده او يتعالج او يروح يزور الكعبة والمسجد الاقصى دي السياحة طيب السياحة لما بنشوف دولة فيها سياح كتير جدا ايه اللي بيخلي السياح يروحوا الدولة دي بالذات ايش معنى الدولة دي تقال لي لان الدولة دي اكيد فيها مقاومات طبعية ومقاومات بشرية يعني اشياء ربنا خلقها في الدولة دي تميزها عن غيرها ودي ساعدت على جذب السياح مقاومات بشرية يعني الانسان عمل حاجات زي الاثار مثلا ودي شجعت على الجذب السياحي يبقى مقاومات الجذب السياحي عندي في اي دولة اي حاجة تجذب السياح عندي مقاومات طبعية زي الموقع المتميز لو كلمنا عن مصر مصر موقعها متميز جدا لان هي انتقى وسط القرات قرات العالم القديم طبعا وبكده بتعتبر طريق او حلقة وصل بين القرات وطريقته جاري مميز جدا يبقى الموقع المتميز مش زي موقع متطرف بعيد كده زي الولايات المتحدة الامريكية لا دي دولة كده وقعة بعيد كده منفصل عن العالم احنا مصر بتتميز ان هي او الوطن العربي كله موقعه متميز متميز بين قرات العالم المناخ المعتدل والمناظر الطبعية الخلابة اللي في الصورة قدامنا دي كلها اشياء بتساعد على جذب السياح يبقى المقاومات الطبعية عندي موقع متميز مناخ ومناظر طبعية خلابة زي مثلا الغابات زي عندي الاسماك البحرية والوانها الشعب المرجينية عندي بحار وشواطئ عندي صحراء رأى فيها انواع كتيرة جدا من السياحة زي سياحة السفاري مثلا دي كلها مناظر طبعية خلابة ده المقاومات الطبعية نيجي عند المقاومات البشرية اللي عملها الانسان بتساعد على الجذب السياحي في عندي امن وامان طبعا الشعب المصري او يعني شعوب الدول العربية معروفة هي لا تعتدي على السياح بتعملهم معاملة حسنة عندي مظاهر حضارية الانسان بناها زي الاصار عندي وسائل النقل النقل والمواصلات اللي بتنقل السياح من مكان الى اخر من الفنادق للشواطئ ومن المناطق السياحية للقرى السياحية وعندي فنادق وقرى السياحية لولاها مكان يعني السياح هيعود فين فدي المقاومات البشرية المقاومات البشرية وجود امن وامان في عندي مظاهر حضارية الانسان عملها زي الاصار في عندي وسائل النقل والفنادق والقرى السياحية طيب أنواع السياحة بقى درسنا النهاردة أصلا عن أنواع السياحة عندي سياحة علمية وثقافية من اسمها آه يبقى أنا بروحي المكان ده عشان أتعلم حاجة جديدة أتثقف دي مثل السياحة التاريخية لها زيارة الأثار مثلا زي مدينة اللقصر في مصر مدينة تدمر في سوريا يبقى السياحة العلمية والثقافية مثل السياحة التاريخية اللي هي مدينة اللقصر في مصر وتدمر في سوريا مدينة اللقصر طبعا فيها سلسية أثار العالم عشان نبقى عارفين معظم أثار العالم موجودة في اللقصر عندي برضو من السياحة العلمية والثقافية سياحة المهرجانات والمؤتمرات زي مؤتمر القاهرة الدولي أو معرض القاهرة الدولي للكتاب معظم الناس في الدول العربية بتيجي معرض القاهرة الدولي اللي هو موجود في التجمع الخامس خلاص كله بيجي تبقى القطب فيها معروضة بشكل أرخص وبكمية كبيرة جدا فبناخد قطب زي ما احنا عايزين بنثقف ونتعلم حاجة جديدة يبقى أنواع السياحة علمية وثقافية زي السياحة التاريخية مثل اللقصر في مصر مؤتمرات ومهرجانات زي معرض القاهرة الدولي مهرجان الاحتفال بحفظة القرآن الكريم مثلا ليلة القدر ده كان بيتعامل في التلفزيون طيب عندي تاني نوع من السياحة السياحة الطرفيهية طرفيهية بنا رايحة ايه بقى؟ أشمي نفسي وأتفسح زي سياحة الشواطئ أروح البحر المتوسط البحر الأحمر الشواطئ اللي موجودة في مصر و لبنان سياحة السفاري اللي موجودة في السحرة اللي هي تسلق الجبال ركوب الجمال وعند السياحة النيلية اللي هي ركوب الباخرة أو المراكب اللي بتمشي في النيل دي كلها سياحة طرفيهية يبقى الطرفيهية زي الشواطئ موجودة في مصر و سوريا و لبنان سياحة السفاري اللي موجودة في السحرة والباخرة اللي موجودة في النيل سياحة النيلية عندي برضو هنا سياحة طبية السياحة الطبية دي من أجل العلاج بقى يعني أنا بروح المكان دو في عيون موسى مثلاً أو سفاجة عشان فيها رملة الرملة ديت فيها مواد كابريتية ومعدنية معينة أو العيون عيون موسى فيها المواد نفسها فيها مواد كابريتية ومعدنية فيها معادن كتير جداً بتقوي العظام اللي بيعاني من عنده ألم في العظام وكنا بيروح المناطق ديت عشان يتعالج يبقى السياحة العلاجية أو الطبية يعني مثل العيون الكابريتية زي عيون موسى في مصر الرمال الساخنة برضو في مصر وعيون أو عين معين بالأردن بيعملين هو بيتفن زي ما احنا شايفين جسمه في الرمل ما بيتبقاش غر راسه ومع الشمس حرارة الشمس دي بتتفاعل مع المعادن الموجودة في الرمال الساخنة وان شاء الله بتشفيه دي أنواع السياحة علمية وثقافية طرفيهية وطبية باقي أنواع السياحة عندي هنا سياحة رياضية زي ما احنا شايفين السياحة رياضية زي ان انا بحضر بطولات رياضية زي كرة القدم لما بتتعامل في أي دولة عربية مهرجان كده أو كاس العالم مثلا كاس الأمم الأفريقية دي سياحة رياضية طيب عندي سياحة طبية قلناها وآخر حاجة عندي سياحة دينية أروح أعتمر أو أحج أو أزور الكعبة المسجد الحرام المسجد الأقصى في فلسطين دي كلها سياحة من أجل زيارة الأماكن الدينية يبقى دي سياحة دينية يبقى أنواع السياحة عندي قلنا سياحة علمية وثقافية سياحة طرفيهية اللي هي الشواطئ والسفاري سياحة علاجية زي الرمال سفاجة وعيون موسى سياحة رياضية حضور المهرجانات سياحة دينية زيارة الأماكن الدينية زي الكعبة والمسجد الأقصى طيب إيه أهمية السياحة بقى لمصر أو للوطن العربي الدولة اللي فيها السياحة دي بيزيد الدخل القومي فيها يعني يعني دخل قومي الدخل القومي أي فلوس بتدخل الدولة يعني مثلا السياحة جم مصر وعشان يزوروا الأماكن مش هزوروها ببلاش طبعا هيدفعوا عملات أجنبية العملات دي اسمها دخل قومي يبقى الدولة الدخل بتاعها يعني الراتب بتاعها زاد جدا فلوس الدولة زادت طب هل الدخل القومي بيجي من السياحة بس؟ لا طبعا لما بنصدر أي حاجة من بحة برة بناخد عملات أجنبية دي دخل قومي يبقى أهمية السياحة المصر بتساعد على زيادة العملات الأجنبية أو الدخل القومي طبعا بتوفر فرص عمل للشباب من خلال إنشاء الفنادق والقرى السياحية دي كلها فيها عمال بيشتغلوا فيه مرشدين للسياح بيشتغلوا أهمية السياحة بتحقق التقارب والتفاهم بين الشعوب من خلال إن أنا مثلا أروح دولة زي الأردن أزور المناطق السياحية اللي فيها أعرف تاريخها أعرف عادات متقالدهم دي كده بتحقق إن إحنا بنقرب من بعض بنفهم بعض توفير الأموال اللازمة طبعا السياحة بتوفر فلوس فلوس كتيرة جدا المفروض الدولة بتعمل بالفلوس زياد إيه؟ بتوفر أو بتمي بيها مستشفيات مدارس مصانع يعني بتعمل بيها مشاريع كبيرة جدا داخل الدولة يبقى أهمية السياحة لمصر زيادة الدخل القومي توفير فرص عمل التفاهم والتقارب بين الشعوب وتوفير أموال لإقامة مشروعات آخر حاجة عندنا جهود الدول العربية لتحقيق التنمية السياحية يعني عشان نبقى دولة أو دول فيه سياحة على طول مش بس لمدة سنة أو سنتين لا إحنا عايزين السياحة دي تستمر لعشرين سنة قدام أو لخمسين سنة قدام طيب إيه المطلوب نعمله كدول عربية أو دولة؟ أول حاجة إن إحنا نعمل دعاية عن المناطق السياحية الموجودة في دولتنا مصر مثلا تعمل دعاية عن اللقصر والأهرامات من خلال الإعنانات اللي في التلفزيون بتعرف شعوب العالم عن المناطق السياحية الموجودة عندنا تاني حاجة التنصيق بين الدول العربية من خلال المنظمة العربية للسياحة اللي مكانها الرياض في السعودية عام 2005 تم إنشاءها المنظمة دي يعني حاجة كده اتعملت في الرياض بمشتركة فيها كل الدول العربية طيب بينصقوا مع بعض مثلا السعودية تقول لنا يا جماعة أنا محتاجة من مصر السنة دي حوالي عشر تلاف معتمر يجي السعودية يعملوا عمرة من الكويت حوالي خمس تلاف وهكذا بتحدد لكل دولة الناس اللي يجولها في الحج والعمرة إحنا برضو بننصق وبنشوف عدر السياح اللي ممكن يجولنا في خلال السنة دي عددهم كام عشان كلهم يجوش في نفس الوقت مع السياح الأوروبيين فيحصل تكدس هنا في مصر لا لازم بننصق بيننا وبين العرب من خلال منظمة اسمها المنظمة العربية للسياحة تالت حاجة على الدول العربية تعملها مد الطرق اللي تربط بين الدول العربية يعني توفير مواني توفير طيارات توفير وسائل نقل بري عشان ينقل السياح بين الدول العربية طيب وده طبعا بيشجع على السياحة توفير وسائل نقل وإنشاء فنادق كرة سياحية لازم السياح لما ييجو دولة يعرفوا يعودوا فين يبقى أول حاجة الدعاية اللي هي الإعلانات المنظمة العربية للسياحة إنشاء طرق توفير وسائل نقل عشان تنقل السياح وإنشاء فنادق وكرة سياحية وأخيرا معاملة السياح معاملة حسنة وده أهم سبب بيشجع على جذب السياح إن إحنا نحافظ على كمان الأماكن الأسرية ما نرمش قيمامة فيها ما نرخمش على السياح أو نضيئهم لا نعامل السياح معاملة حسنة وده معروف عن الشعب العربي عموما شعوب الوطن العربي شعوب محترمة بتبادل الاحترام بينها وبين الدول الغربية ده كان درسنا في الحلقة دية عن السياحة في الوطن العربي